وقد ترافقنا وإياهم لغاية الحاكم بأمر الله حيث أنهم استمروا في اعتقادهم من الإمامة وتوقفنا نحن عند إمامة الحاكم عليه السلام وكما نعرف أن الخليفة الفاطمة الحاكم بأمر الله أبو علي المنصور هو من سلالة فاطمة الزهراء كان في مصر أنذاك جو ثقافي وفكري خصب وصاخب وكان هناك تأثير الفلسفات اليونانية وكان مذهب الإسماعيلية بشكل أساسي سائد أنذاك في طيارات التشيع وهو مذهب يدخل الفكر العقلي اليوناني في تفسير القرآن فنشأ مذهب الموحدين في تلك البيئة في مصر وله